الفحص الطبي بينما كنا داخل قاعة الدرس إذ طرق الباب دخل فريق الطب المدرسي فاستأذنت الطبيبة معلمنا وأخذتنا إلى قاعة التمرض ثم فحصتنا واحدا تلو الآخر راقبت نظافة الأبدان وتابعت دقات القلب وانتظامها ثم تحققت من سلامة الأذنين والعينين ولما انتهت فحصنا شكرتنا على عنايتنا بالنظافة وحفاظنا على الصحة وخصت صديقتنا سعاد بالقول يسعدني إحرازك على لقب البطولة في العدو ابتسمت سعاد وقالت هذا نتيجة حرصي على ممارسة بانتظام وتنوع أغذيتي فتوجهت إلينا الطبيبة بالقول أركان الصحة ثلاثة النظافة والتغذية والرياضة الأسئلة أولا فحصت الطبيبة الأطفال فما هي الأعمال التي قامت بها؟ الأعمال التي قامت بها الطبيبة عند فحصها الأطفال راقبت نظافة الأبدان وتابعت دقات القلب وانتظامها وتحققت من سلامة الأذنين والعينين ثانيا كيف نحافظ على صحتنا؟ للمحافظة على صحتنا يجب المحافظة على نظافة أبداننا والحرص على تناول أغذية صحية وممارسة الرياضة بشكل دائم ثالثا ما فائدة المحافظة على الصحة؟ للمحافظة على الصحة دور مهم في الشعور بالسعادة والتمتع بجسم سليم هاواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا